بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الداء والدواء الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي للإمام بن القيم الجوزية رحمه الله أدى ستاسع عشر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله المؤلف رحمه الله تعالى فصل ومن عقوباتها أنها تنسي العبد نفسه فإذا نسي نفسه أهملها وأفسدها وأهلكها فإن قيل كيف ينسى العبد نفسه الحمد لله صلى الله عليه وسلم على رسول الله من عقوبات المعاصي أنها تنسي العبد نفسه فإذا نسي نفسه أهلكها ولم يأخذ بزمامها عن ما يضرها الله جل وعلا يقول قد أفلحا ونفسه وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من سكاه وقد خاب من دساه زكاه بالطاعات ودساه يعني دساه في التراب وأهانها بالمعاصي الله جل وعلا يقول وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ نَسُوا اللَّهَ يعني عصوا الله تركوا طاعته فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَاهُمْ هذه عقوبة أنهم لما نسوا الله أنساهم أنفسها الجزاء من جنس العمل ولو أنهم ذكروا الله لذكرهم أنفسها نعم فإن قيل كيف ينسى العبد نفسه وإذا نسي نفسه فأي شيء يذكر وما معنى نسيانه نفسه قيل نعم ينسى نفسه أعظم نسيان قال الله العظيم وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ همُ الْفَاسِقُونَ فلما نسوا ربهم سبحانه نسيهم وأنساهم أنفسهم كما قال الله تعالى نسوا الله فنسيهم فعاقب سبحانه نسوا الله أي نسوا ذكره طاعته فنسيهم ليس معنى نسيهم أنه ذهل عنهم سبحانه وغفل عنهم لأن الله جل وعلا لا يغفل ولا ينسى في كتاب لا يظل ربي ولا ينسى الله منزه عن النسيان الذي هو الذهول وعدم تذكر الشيء كما يحصل لبني آدم هذا الله منزه عنه وإنما معنى نسيهم يعني تركهم تركهم ولم يعبأ بهم النسيان معناه هنا الترك نعم إنا نسيناكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم ما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم أي تركناكم وأحملناه وليس معناه أن نسيهم بمعنى النسيان الذي يصيب الإلسان لا الله منزه عن هذا سبحانه نعم هنا النسيان له معاني هذا أحد معاني فعاقب سبحانه من نسيه عقوبتين إحداهما أنه سبحانه نسيه والثانية أنه أنساه نفسه ونسيانه سبحانه للعبد إهماله وتركه وتخليه عنه وإضاعته هذا معنى نسيان الله نعم فالهلاك أدنى إليه من اليد للفم وأما إنساؤه نفسه فهو إنساؤه لحضورها العالية وأسباب سعادتها وفلاحها وصلاحها وما تكمن به نفسه ينسيه ذلك جميعه فلا يخطره بباله ولا يجعله على ذكره ولا يصرف إليه همته فيرغب فيه فإنه لا يمر بباله حتى يقصده ويؤثره وأيضا فينسيه عيوب نفسه ونقصها وآفاتها فلا يخطر بباله إزالتها وإصلاحها وأيضا ينسيه أمراض نفسه وقلبه وآلامها فلا يخطر بقلبه مداواتها ولسعي في إزالة علالها وأمراضها التي تأول به إلى الفساد والهلاك فهو مريض مثخن بالمرض ومرضه مترام به إلى التلف ولا يشعر بمرضه ولا يخطر بباله مداواته وهذا من أعظم العقوبة العامة والخاصة فأي عقوبة أعظم من عقوبة من أهمل نفسه وضيعها ونسي مصالحها وداءها ودواءها وأسباب سعادتها وفلاحها وصلاحها وحياتها الأبدية في النعيم المقيم ومن تأمل هذا الموضع تبين له أن أكثر هذا الخلق قد نسوا أنفسهم حقيقة وضيعوها وأضاعوا حظها من الله وباعوها رخيصة بثمن بخص بيع الغبن وإنما يظهر لهم غدا عند الموت ويظهر هذا كل الظهور يوم التغاب يوم يظهر للعبد أنه غبن في العقل الذي عقده لنفسه في هذه الدار والتجارة التي اتجر فيها لمعاده فإن كل أحد يتجر في هذه الدنيا لآخرته الخاسرون الذين يعتقدون أنهم أهل الربح والكسب اشتغوا الحياة الدنيا وحظهم فيها وللذاتهم في الآخرة وحظهم فيها فأذهبوا طيباتهم في حياتهم الدنيا واستمتعوا بها وغضوا بها واطمأنوا إليها وكان سعيهم لتحصيلها فباعوا واشتغوا واتجروا وباعوا آجلا بعاجل ونسئة بنقل وغائبا بناجز وقالوا هذا هو الحزم ويقول أحدهم خذ ما تراه ودع شيئا سمعت به وكيف تجارة 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 دنيوية البيع والشراء وطلب المال وهذا لا بأس به الله همر به ولكن بشرط أن لا يشغل عن التجارة الحقيقية وهي التقوى وقاعة الله سبحانه وتعالى كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تأذنون بالله ورسوله جاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم هذه هي التجارة فإذا كان الإنسان يتجر في الدنيا ويتجر للآخرة جمع بين التجارتين هذا شيء طيب أما إذا كان أخذ تجارة الدنيا فقط ونسي تجارة الآخرة هذا خسار حتى ولو اجتمعت له الدنيا كله لم يبقى منها شيء تكونت عنده الأموال الضخمة والأرصدها الكبيرة ما دام أنه مضيع لتجارة الآخرة فهو خاسد فهو خاسد وأما إذا يسر الله له فتهجر في الدنيا في حدود المباح وتاجر للآخرة هذا هو الرابح نعم ويقول أحدهم خذ ما تراه ودع شيئا سمعت به وكيف أبيع حاضرا نقدا مشاهدا في هذه الدار بغائب نسيئة في دار أخرى غيرها وينضم إلى ذلك ضعف الإيمان وقوة داع الشهوة ومحبة العاجلة والتشبه ببني الجنس فأكثر الخلق في هذه التجارة الخاسرة التي قال الله سبحانه في أهلها أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون وقال فيهم فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين فإذا كان يوم التغابن ظهر لهم الغبن في هذه التجارة فتتقطع عليها النفوس حسرات وأما الرابحون فإنهم باعوا فانيا بباق وخصيصا بنفيس وحقيرا بعظيم وقالوا ما مقدار هذه الدنيا من أولها إلى آخرها حتى نبيع حظنا من الله تعالى والدار الآخرة بها فكيف بما ينال العبد منها في هذا الزمن القصير الذي هو في الحقيقة كغفوة حلم فلا نسبة له إلى دار القرار البته قال تعالى فيوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم وقال تعالى اسألونك عن الساعة أيانا مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو رحاها وقال تعالى كأنهم يوم يرون ما يعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ وقال تعالى كم لبثتم في الأرض عدد السنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون وقال تعالى يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرة نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما نعم إذا قامت القيامة كأن الدنيا لحظة أو ساعة من أولها إلى آخر كأنها لحظة والناس يستبعدونها ويقول متى هذا بعيد أترك شيء حاضر لشيء بعيد فيأخذ العاجل ويترك الآخرة وأما المغفق فإنه ينظر إلى الآجل ينظر إلى الآجل ويعلم أنه خير من العاجل فيستغل له هذا هو الذي يربح عند قيام الساعة وأما معرفة وقت قيام الساعة فهذا ليس للإنسان فيه مصلحة ليس له فيه ولو كان له مصلحة لبينه الله عز وجل إنما المصلحة في العمل أن تعمل وأما قيام الساعة ومتى تقوم الساعة هذا ليس من شأنك وليس لك به مصلحة نعم فهذه حقيقة الدنيا عند موفاة يوم القيامة ألما علموا قلة لبثهم فيها وأن لهم دارا غير هذه الدار هي دار الحيوان دار الحيوان ودار البقاء حيوان عن الحياة الحيوان وإن الآخرة لهي الحيوان أي الحياة الكاملة الحيوان الحياة الكاملة نعم فلما علموا قلة لبثهم فيها وأن لهم دارا غير هذه الدار هي دار الحيوان ودار البقاء رأوا من أعظم الغبن بيع دار البقاء بدار الفناء فاتجروا تجارة الأكياس ولم يغتروا بتجارة السفهاء من الناس فظهر لهم يوم التغابن ربح تجارتهم ومقدار ما اشتروا وكل أحد في هذه الدار الدنيا بائع مشتري متجر وكل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو مبقها تقرها وكل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو مبقها إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم فهذا أول نقدم من ثمن هذه التجارة فتاجروا أيها المفلسون ويا من لا يقدر على هذا الثمن هنا ثمن آخر فإن كنت من أهل هذه التجارة فأعطي هذا الثمن التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين هذا أول ثمن ثمن نعم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون هذه التجارة نعم والمقصود أن الذنوب تنسي العبد حظه من هذه التجارة غابحة وتشقله بالتجارة الخاسقة وكفى بذلك عقوبة والله المستعان نعم فصلنا من عقوباتها أنها تزيل النعم الحاضرة وتقطع النعم الواصلة نعم من عقوبات المعاصي أنها تزيل النعم الحاضرة وتمنع حصول النعم القادمة عقوبة ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ظهر الفساد في البر والبحر وما فسبت عيد الناس يذيقهم بعض الذي عمر فما يحصل من نقص في الأرزاق أو من حباس للأمطار أو غلاء للأسعار إلا بسبب الذنوب والمعاصي ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا ففتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون فالمعاصي لها عقوبات عاجلة ولها عقوبات آجلة نعم فتزيل الحاصلة وتقطع الواصلة فإن نعم الله ما حفظ موجودها بمثل طاعته ولس تجلب مفقودها بمثل طاعته فإن ما عنده لا ينال إلا بطاعته فقد جعل الله سبحانه لكل شيء سببا وآفة سببا يجلبه وآفة تقطله فجعل أسباب نعمه الجالبة لها طاعته وآفاتها المانعة منها معصيته فإذا أراد حفظ نعمته على عبده ألهمه بعايتها بطاعته فيها وإذا أراد زوالها عند أنه خذله حتى عصاه بها ومن العجب علم العبد بذلك مشاهدة في نفسه وردنا على الكتاب آمنوا واتقوا وكفرنا عنه سيئاتهم فلا أدخلناهم جنات النعيم ولو أنه مقام التوراة والإنجيل وما ونزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرضنا فالطاعت تجلب الخير عاجلا وآجلا والذنوب تسبب حصول الشر عاجلا وآجلا نعمه ومن العجب علم العبد بذلك مشاهدة في نفسه وغيره وسماعا لما غاب عنه من أخبار من أزيلت نعم الله عنهم بمعاصيه وهو مقيم على معصية الله كأنه مستثنى من هذه الجملة أو مخصوص من هذا العموم الإنسان يرتدع وأنصحهم لهم ومن سعادته ومن سعادته في قوبه منه وهو الملك وهو الملك الموكل به وتدني منه عدو وهو أغش الخلق له وأعظمهم ضررا له وهو الشيطان يعني أن الإنسان يعني أن الإنسان معه ملك ومعه شيطان فهو لمن غلب فإن استعمل الطاعة قرب منه الملك الذي يدله على الخير ويعينه عليه ويرغبه فيه وإن عمل السيئة قرب منه الشيطان الذي هو عدوه الملك هو صديقه وحميمه الذي يريد له الخير والشيطان عدو يجيد له الشر والهلك فهو لمن غلب عليه منهما إما الملك وإما الشيطان نعم فإن العبد إذا عص الله تباعد منه الملك بقدر تلك المعصية حتى إنه لا يتباعد عنه بالكذبة الواحدة مسافة بعيدة وفي بعض الآثار إذا كذب العبد تباعد منه الملك ميلا من نثن ريحه فإذا كان هذا تباعد الملك منه من كذبة واحدة فماذا يكون مقدار بعده منه مما هو أكبر من ذلك وأفحش منه وقال بعض السلف إذا ركب الذكر الذكر عجت الأرض إلى الله وهربت الملائكة إلى ربها وشكت إليه عظيم مراء وقال بعض السلف إذا أصبح العبد ابتدره الملك والشيطان فإذا ذكر الله وكبره وحمده وهلله طرد الملك الشيطان وتولاه وإن افتتح بغير ذلك ذهب الملك عنه وتولاه الشيطان ولا يزال الملك يقرب من العبد حتى يصير الحكم والطاعة والغلبة له فتتولاه الملائكة في حياته وعند موته وعند بعثه كما قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة وأن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وإذا تولاه الملك تولاه وأنصح الخلق وأنفعهم وأبرهم فثبته وعلمه وقوى جنانه وأيده جنان أحسن الله وقوى جنانه وأيده قال تعالى إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا فيقول له الملك عند الموت لا تخف ولا تحزن وأبشر بالذي يسره ويثبته بالغول الثابت أحوج ما يكون إليه في الحياة الدنيا وعند الموت وفي القبر عند المسألة فليس أحد أنفع للعبد من صحبة الملك له وهو وليه في يقضته ومنامه في حياته وعند موته وفي قبره ومؤنسه في وحشته وصاحبه في خلوته ومحدثه في سره يحارب عنه عدوه ويدافع عنه ويعينه عليه ويعيده بالخير ويبشره به ويحثه على التصديق بالحق كما جاء في الأثر الذي يرى مرفوعا وموقوفا إن للملك بقلب ابن آدم لمة وللشيطان لمة فلمة الملك إعاد بالخير وتصديق بالوعد ولمة الشيطان إعاد بالشر وتكذيب بالحق وإذا اشتد قرب الملك من العبد تكلم على لسانه وألقى على لسانه القول السديد وإذا بعد منه وقرب منه الشيطان تكلم على لسانه وألقى عليه قول الزر والفحش حتى يرى غجل يتكلم على لسانه الملك والغجل يتكلم على لسانه الشيطان وفي الحديث إن السكينة تنطق على لسان عمر رضي الله عنه وكان أحدهم يسمع الكلمة الصالحة من الغجل الصالح فيقول ما ألقاها على لسانك إلا الملك ويسمع ضدها فيقول ما ألقاها على لسانك إلا الشيطان فالملك يلقي في القلب الحق ويلقيه على اللسان والشيطان يلقي الباطل في القلب ويجريه على اللسان فمن عقوبة المعاصي أنها تبعد من العبد وليه الذي سعادته في قوبه ومجررته وموالاته وتدني منه عدوه الذي شقائه وهلاكه وفساده في قوبه وموالاته حيث إن الملك لا ينافح عن العبد ويرد عنه إذا سفه عليه السفيه وسبه كما اختصم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم غجلان فجعل أحدهما يسب الآخر وهو ساكد فتكلم بكلمة يرد بها على صاحبه فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لما غددت عليه بعض قوله قمت فقال يا رسول الله لما غددت عليه بعض قوله قمت فقال كان الملك ينافح عنك فلما غددت عليه جاء الشيطان فلم أكن لأجلس وإذا دعا العبد المسلم لأخيه بظهر الغيب أمن الملك على دعائه وقال لك بمثله وإذا فرغ من قراءة الفاتحة أمنت الملائكة على دعائه إذا أذنب العبد المؤمن الموحد المتبع لسبيله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم استغفر له حملة العرش ومن حوله وإذا نام على وضوء بات في شعاره ملك فملك المؤمن يرد عنه ويحارب ويدافر عنه ويعلمه ويتبته ويشجعه فلا يليق به أن يسيأ جواره ويبالغ في أذاه وطرده عنه وإبعاده فإنه ضيفه وجاره وإذا كان إكرام الضيف من الأدميين والإحسان إلى الجار من لوازم الإيمان وموجباته فما الظن بإكرام أكرم الأضياف وخير الجيران وأبرهم وإذا آذى العبد الملك بأنواع المعاصي والظلم والفواحش دعا عليه ربه وقال لا جزاك الله خيرا كما يدعو له إذا أكرمه بالطاعة والإحسان قال بعض الصحابة رضي الله عنهم إن معكم من لا يفارقكم فاستحيوا منهم وأكرموهم ولا ألأم ممن لا يستحي من الكريم العظيم القدر ولا يجله ولا يوقره وقد نبه سبحانه على هذا المعنى بقوله وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون أي استحيوا من هؤلاء الحافظين الكرام وأكرموهم وأجلوهم أن يروا منكم ما تستحيون أن يراكم عليه من هو مثلكم والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم فإذا كان ابن آدم يتأذى من من يفجر ويعصي بين يديه وإن كان قد يعمل مثل عمله فما الظن بأذى الملائكة الكرام الكاتبين والله المستعان فاصلنا من عقوباتها أنها تستجلب مواد هلاك العبد في دنياه وآخرته إنها؟ فاصلنا من عقوباتها أنها تستجلب مواد هلاك العبد في دنياه وآخرته فإن الذنوب هي أمراض متى استحكمت قتلت ولابد وكما أن البدن لا يكون صحيحا إلا بغذاء يحفظ قوته قوته بالتوبة النصوح تستخرج بها المواد الفاسدة والأخلاط غادئة منه وحمية توجب له حفظ الصحة وتجنب ما يضادها وهي عبارة عن ترك استعمال ما يضاد الصحة والتقوى اسم متناول لهذه الأمور الثلاثة فما فات منها فات من التقوى بقدره وإذا تبين هذا فالذنوب مضادة لهذه الأمور الثلاثة فإنها تستجلب المواد المؤذية وتوجب التخليط المضادة للحمية وتمنع الاستفرار بالتوبة النصوح فانظر إلى بدن عليل تراكمت عليه الأخلاط ومواد المرض وهو لا يستفرغها ولا يحتمي لها كيف تكون صحته وبقاءه ولقد أحسن القائل تسمك بالحمية حصنته جسمك بالحمية جسمك بالحمية حصنته مخافة من ألم طاري وكان أولى بك أن تحتمي من المعاصي خشية النار فمن حفظ القوة بامتثال الأوامر واستعمل حمية باجتناب النواهي واستفر التخليط بالتوبة النصوح لم يدع للخير مطلبا ولا من الشر مهربا والله المستعان فصل فإن لم ترعك هذه العقوبات ولم تجد لها تأثيرا في قلبك فأحذر العقوبات الشرعية التي شرعها الله ورسوله على الجرائم كما قطع اليد في سرقة ثلاثة دراهم وقطع اليد والرجل في قطع الطريق على معصوم المال والنفس وشق الجلد بالصوت على كلمة طرف بها المحصن أو قطرة خمر ندخلها جوفة وقتل بالحجارة أشنع قلتك في إلاج الحشفة في فرج حرام وخفف هذه العقوبة عما لم تتم عليه نعمة الإحصان بمئة جلدة وبنفي سنة عن وطنه وبلده إلى بلاد الغربة وفرق بين رأس العبد وبدنه إذا وقع على ذات رحم محرم منه أو ترك الصلاة المفروضة أو تكلم بكلمة كفر وأمر بقتل من وطئ ذكرا مثله وقتل المفعول به وأمر بقتل من أتى بهيمة وقتل البهيمة معه وعزم على تحريق بيوت المتخلفين عن الصلاة في الجماعة وغير ذلك من العقوبات التي رتبها على الجرائم يعني إذا غابت عنك العقوبات الآجلة في الآخرة تذكر العقوبات العاجلة في الدنيا تشاهد أن تقطع يده تشاهد الذي يقتل والذي يرجم بالحجارة والذي يجلد هذه عقوبات هذه عقوبات أنت تشاهدها حاضرة فالذي أوجب هذه العقوبات في الدنيا أوجب أشد منها في الآخرة تذكر هذا تذكر أن الله سبحانه يعاقب على الذنوب عقوبات عاجلة وعقوبات آجلة والآجلة أشد إذا كان الناس ينفرون من قطع اليد في الدنيا ينفرون من القتل في القصاص من الرجم في الزنا في المحصن ومن الجلد لا شك أنهم ينفرون من هذه الأمور فلماذا لا ينفرون من عقوبات الآخرة فهي أشد وأنكأ وأدوم هذه الأمور الدنيا ساعة وتروح لكن عقوبات الآخرة دائمة والعياذ لله لا تروح نعم وجعلها بحكمته على حسب الدواعي إلى تلك الجرائم وحسب الوازع عنها كما كان الوازع عنها طبعيا وليس في الطباع داعي إليه اكتفى فيه بالتعريم مع التعزير ولم يرتب عليه حدا كأكل الرجيع وشرب الدم وأكل الميتة وما كان في الطباع داعي إليه رتب عليه من العقوبة بقدر مفسدته وبقدر داعي الطبع إليه ولهذا لما كان داعي الطبع إلى الزنا من أقوى الدواعي كانت عقوبته العظمى من أشنع القتلات وأعظمها فعقوبته السهلة على أعلى أنواع الجلد مع زيادة التغريب ولما كانت جريمة اللواط فيها الأمراني كان حده القتل بكل حال ولما كان داعي السرقة قويا ومفسدتها كذلك قطيع فيها اليد وتأمل حكمته في إفساد العذر الذي باشر العبد به الجناية كما أفسد على قاطع الطريق يده ورجله والتين هما آلة قطعه ولم يفسد على القارف لسانه الذي جنى به إذ مفسدته تزيد على مفسدة الجناية ولا يبلغها فاكتفى من ذلك بإيلام جميع بدنه بالجلد فإن قيل فهل لا أفسد على الزان فرجه الذي باشر به المعصية قيل لوجوه أحدها أن مفسدة ذلك تزيد على مفسدة الجناية إذ فيه قطع النسل وتعريضه للهلاك الثاني أن الفرج عظم مستوء لا يحصل بقطعه مقصود الحد من الغدع والزجر لأمثاله من الجنات بخلاف قطع اليد الثالث أنه إذا قطع يده أبقى له يدا أخرى تعوض عنها بخلاف الفرج الغابع أن لذة الزنا عمت جميع البدن فكان الأحسن أن تعمل عقوبة جميع البدن وذلك أولى من تخصيصها بفضعة منه فعقوبات الشارع جاءت على أتم الوجوه وأفقها للعقد وأقومها بالمصلح والمقصود أن الذنوب إنما تتغتب عليها العقوبات الشرعية أو القدرية أو يجمعهم الله للعبد قد يرفعهما عمن تاب وأحسن فصل عقوبات ذنوبنا وعاد يكفي